وحتى المزودين والليو قلة قليلة ما تنسيش خليفة اللي تقريبا النسبة تزويد العالم من الحبوب هي 25% مقصومة مبين روسيا ومبين أوكرانيا مصر مثلا على سبيل المثال الغات صفقة حبوب لأنه القاتل مزود ويحد المزود يبيع فيها بأسعار مرتفعة ومرتفعة جدا أضعاف اللي كانت تشري به العادة هذا ينضاف لجملة الأزمات التي تعيش البلاد احنا مناش خارج نطاق تدعيات هذه الحرب اللي هي تكاد تكون حرب كونية يعني بالفعل وعلى الميدان حرب روسيا وكرانيا ولكن تدعيتها عالمية طبعا مش ممكن زادة تتوقع هذه الأزمة تكون في ارتباط ب سعر القمح ممكن البترول تتوقع على رغم من التقديرات حتى على مستوى الميزانية فتتش 75 دولار الآن تقريب فات 107 دولار وبالتالي ولكن في علاقة بالبترول الأزمات تكاد تكون دورية يعني مرتبطة بكثير من الأوضاع الأخرى الحرب هذه أثرت كذلك على سعر الحبوب مش تأثر أكثر في قادم الأيام خاصة حتى على الملاحة التجارية يعني نقل السفن للبضاء إذا قد ما تقرر حلف الأطلسي مثلا تغيير في مواقع تواجده في المنطقة وربما يمشي في التجاهات أخرى يكون حاضر على مستوى الأسطول السادس الأمريكي ربما نقول غيرها في البحر المتوسط ولا غيرها في البحر يؤثر بالضرورة على حركة التجارة الدولية مما سينعكس على مستوى الأسعار نجي وهذا مؤكد تقول وزارة التجارة على الدوام أنه لدينا ما يكفي من المخزون وغيرها على كل حال حتى الآن هناك مشكل في السوق وهذا ربما يعود إلى تطوى حركة الاحتكار والتهريب يعني ثم نوع من التحايل على الدولة وعلى هذا المخزون مما أدى إلى شبه معناها افتفاده في السوق إذا كان ما نتعذوش من اللي سيرتوى ناجي ومن السياق هذية ونقلصوا من حاجياتنا للخارج وللمزودين الخارجيين وما نعطيهش قيمة لفلاحتنا والفلاحنا بشي يزرع هوني ويحسد هوني ويوفر الكميات على الأقل على مستوى السوق الداخلية ولما لا الفأض يتم تصديره واختيش بش نتعذو إذن هذا هو المشكل الكبير اللي الفلاحة مساكن يعني عندهم سنوات طويلة وهم يستغيثوا ويعايتوا ويطالبوا بتدخل الدولة وتقديم المساعدات الضرورية من نزارة الفلاحة للفلاحين يعني سواء صغار الفلاحين أو حتى كبار الفلاحين مساحات المخصة لزراعة القبع خليفة تعرف أنت ماشي وتتخلص تقريبا يعني تنجم تصلح الوضعية دي أستاذ ناجي أن لما يصبح الأمن الغذائي أمن قومي واختيار في قناعة الدولة وخيارات واختيار يولي المسؤول على الفلاح عضو في المجلس الأمن القومي لأن الدول الكل بما في ذلك الرأس مالية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية عندها تدخل بطريقة غير مباشرة في موضوع الأمن الغذائي وتتدخل وهي تدعم في القطاع الفلاحي ويرتخل عليه السلع وقت تكون فيتة معناها للحجم المطلوب وهي تخلق الأوضاع وأسواق أحنا تركناها الموضوع هذا للأسف الشديد للأسف الشديد الأمن الغذائي ما هوش من أولويات يعني أمن القومي يعني معناها التركيز كل التركيز فهل عشر سنين والأحداش نعام هذه على ما هو أمني وما هو عسكري ما هو غذائي ما يتلفت له حد للأسف الشديد لو كانت دولة استثمرت في مئات الألاف من الهكتارات تعرف راو عنها تقريبا حوالي مليون هكتار من الأراضي الخصبة في تونس وعش نتجب لقبل الحرب هذه الكورونا ناجي تقريبا نفس الموضوع الذي ترحه نحن تعديت علينا راو برشة أزمات وشيء ديما لا يستخلص الدرس في كل مرة لا يستخلص الدرس تشوف تسمع أنت الفلاحة وتشوف معناها مئات البيانات اللي تصدر فيها اتحاد الفلاحين نقبات الفلاحين ونسي طالبوا رغمهم وليس طالبين فلوس طالبين يعني إحاطة من الدولة طالبين تسهيلات لزراعة لزراعة القدر هو فارضا أنه الفائض من الانتاج موجود ولا الانتاج موجود خليفة عنا وينا نخزنه بطريقة سليمة هنا مشكل تخزين في علاقة الحبوب هذا مطرح ولكن أحنا على كل حال جرت العادة منتوجنا تتفكرها البطاطا كل عام منتوجنا المحلي كان يكفي في ثلاثة شعوب كان يوكل في تونس وفي شعب السياح وفي جزء كبير انبيعوا فيه في اتجاه الشقيقة ليبيا يعني كنا نعيش بهم ثلاثة شعوب في النهاية نشوف عدد السياح كان يوصل لسابعة وثمانية وعشر واثناشم مليون سائح في السنة وأهدنا السوق الليبيا كنا نبيعوا فيها وكانت تكفي الاحتياجات المواطنين لكن في القمح رأوا حتى ما قبل الثورة بدأت هذه الأزمة ثم أزمة مرتبطة بالبذور ويشتكي بعض الفلاحين إلى اليوم يجيبوا للبذور تطلع سبولة فارغ يحكي لي فلاحي يعني موجود ما عادش ثم رقابة كافية على موضوع البذور ثم في اختيارات الدولة أنا ما فهمش كيفاش الدولة ما تتدخلش في توجيه القطاع الفلاحي وفي التدخل حتى في علاقة بالفلاحين فيما يزرع إلا الدولة هذه يعني فاتت الليبرالية وليت معاش تقريبا وليت فوضى يعني كيف أقول حتى في الليبرالية الكبرى موجود توجيه القطاع الفلاحي والتحكم في المسارات الكبرى متاعه إنتاجا وتسويقا